السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله صحبه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكو فيديو جديد. وهنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة هتبقى وصفة جبارة يا جماعة لمشاكل البرد والإسالات وكل المشاكل دي. هنعالج الموضوع ده كلتو بحباية واحدة بس ان شاء الله هتشوفها معي في قلب الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط للاكات كتير للفيديو. عايز اي حد يا جماعة يخش الفيديو واستفاد منه ويضغط لايك علشان ان شاء الله الفيديو تشاف. واكبر عدد من الناس يعني يستفدوا منه واستفدوا ان شاء الله من اللي احنا هنعملوه النهاردة. بجد يا جماعة لايكاتكم علشان آآ الفيديو ارتفع وتشاف. تمام? آآ تعالوا بقى كده يلا نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف البط بتاعنا. ده تربية البط يا جماعة اللي احنا بسم الله ما شاء الله ربناها مع بعض من اول يوم. وطبعا كنت شايفين معي بالتدريج واحنا بنربيها وعملناها وصفات وخلطات كويسة جدا. كنا بنعالج طبعا بحبوب بشري او الحاجات البشرية. انما العلاج البشري جماعة ما جبناهش خالص زي ما انت شايفين كده معي. كل اللي احنا بنعمله ده ممكن آآ يعني ايه? كنا في نوبة تقريبا كده جبنا الحوبل اللي الطاولة ديت اللي البطري ديت. ده علشان مضادات حيوية وكده. تمام? فاحنا النهاردة هنعمل برضو وصفة كويسة جدا. هتزود معنا الحجم. بتخلي الفراخ اللي بتخلي البطل ما شاء الله. وماشي معاك حلو جدا. ده طبعا يا جماعة في عمر التسليل زي ما انت شايفين كده. طبعا احنا هنحط برضو الردة. تمام? ده يا جماعة الردة. الردة دي فيها مجموعة كالسم كبيرة جدا. والكالسم طبعا احنا محتاجينه علشان ايه? علشان فترة التسليل. آآ البط يا جماعة وهو بسلم لازم لازم. الفيتامينات والكالسم في المية. ده ضروري جدا. في مرحلة التسليل بزيال. الردة مهمة جدا لانها الردة لها عامل كبير جدا في المرحلة دي. ليه? بتطلع الريش بسرعة معاك. بتخلي الريش بتاع البط نعم وبالمع. آآ ده طبعا اللي انا حطته النهاردة ده كمان اللي انتم شايفينه معاك ده ده الفلوسوية. الفلوسوية ده يا جماعة ده في مجموعة بروتينات عالية جدا جدا. ده مهم جدا يا جماعة برضو للبط. ده بيخلى البط بسم الله ما شاء الله يكبر معاك بسرعة وبشيل معاك وزن كبير اوه. تمام? طيب الخلطة اللي انا عملتها ديت انا هدت عليها برضو. آآ املاح. املاح يا جماعة. آآ يعني ايه مجموعة املاح معدنية. عارفين اللي يكس ده وقت اللي انتم شايفينه معايا ده. ده عبارة عن املاح معدنية. ده ما شاء الله هو يعني ايه اعتبر بودرة. ده في مجموعة عناصر وبتمنات عالية جدا جدا. في آآ يعني في املاح في مغانسيا وفي مجانيز وفي بوتاسيا وفي كل حاجة. في كل العناصر. الكز من دوت يعتبر بخمسة جنيه. بدل ما بجيب بودرة البلاط وقوم حطها على المسلا على العلف وكده ده انضفوا احسن. لان ده يعتبر شامل مجموعة عناصر كبيرة جدا. تمام? ده طبعا يا جماعة بنقلب كده ملو معلقة آآ او رشة بسيطة كده على العلف بتاعه. ده حلو قوي. ده عمرو لا يخلي البط يشد ببعضه. ولا هيخلي البط يسقط معاك. ده حلو جدا. علشان في المرحلة دهاب الزاد آآ بلاقي البط دايما في مرحلة التسليل يا جماعة. تبس تلاقي البط يشد ببعضه آآ ياكل في رش بعضه رش يسقط لا. في الوقت دوت انا لازم اجيب الكيس ده. الكيس ده زي ما قلت لكم هو رخيص يعني ايه? مش غالي ولا حاجة. ده يعتبر آآ بخمسة جنيه حاجة زي كده. طيب. شايفين بقى القلب الطوب اللي معي دوت? ده يا جماعة ده مهم جدا ان انت لازم تحطه في المياه في المرحلة ديت. ليه? لان قلب الطوب اللي انت شايفونه دهوت او الحيتتان الطوب اللي انت شايفونه دهومة ده في مجموعة املاح عالية جدا. ده دايما على طول هاتيه وحطه للبط عندك في قلب المياه. بدل ما البط بشده ببعضه هتبس تلاقي. لو انت حتطيفه المياه هتبس تلاقي البط آآ يعني ايه? ساعة بتده يعني بدل التحديقة. ده يعتبر بدل التحديقة. ده البط بيقعد مسلا يكل فيه او آآ ينحت فيه كده. اكونه تحدقة بالزبط. فده كويس جدا. لو انت عندك البط آآ بشده ببعضه ولا حاجة احنا ممكن نعالجه بالحاجات اللي هي البسيطة دية. تمام? ده ده الوقت انا حطته قهوت. آآ شطفتهم جدا ده كلوم شطفه وشطفت الوعية بتاعتهم وحطتها علشان آآ ده ببقى كويس جدا للبط يا جماعة ده يعتبر على مجموعة املح برضو. حلو جدا. تمام? فآآ ده كده خلصنا وغير لهم المياهوت زي ما انتم شايفين. ودلوقتي برضو هنحط مكون كويس جدا اللي انا قلتلكو عليه. ده طبعا اهم حاجة وانت بتحطيه لازم يكون البط عطشان معاك حاول ان انت تعطشك كده حوالي نص ساعة كده ولا حاجة? علشان البط كله تضمن ان هو هيشرب من المكون ده. ده طبعا بقى علشان لو في برد فيه اسهالات فيه اي مشاكل لان اهم حاجة الفترة بتاعت تقولوها الرج يا يا جماعة ده اهم حاجة. ودايما الاملح والفتامينات حاولوا ان انتم ما تقطعوها شدنا صحة يعني. لو انت فعلا عايز تربيه تبط صح تمشي معاك كويس جدا ما تلاقيش الرج بتاعها مسقط ولا النمو بتاعها واقف حاول ان انت تعملي كل اللي احنا بنقول على ده. تمام? لو احنا دومنا على الموضوع ده ده ان شاء الله هيبقى البط عندك يعني في اقل وقت قبل ما يتم بريش هتبص تلاقيه شايل معاك اوزان عالية جدا. طيب. آآ الخرطة ان شاء الله اللي انا هعملها بقى لتغيير الاكل كده يا جماعة مش تغيير لأ احنا هنزود اضافات. هنزود حاجات تانية كتير ان شاء الله الخلطة اللي انا هعملها ديت بازن الله. على الفيديو الجاي هتشوفها معايا. دلوقتي بقى هنشوف الحباية اللي احنا هنحطها للبط. الحباية ديت هتخلى البط عندك لو فيه اي مشاكل برد او طشمة او اي حاجة ده تبقى كويسة جدا معاك. تعالوا بقى كده يا جماعة بعد ما اعملنا كل الحاجات اللي انت شفتها معايا للحاجات المهمة دي ده حاجات مهمة جدا لازم كلكم برضو تعرفوه. آآ تعالوا بقى كده يالله هنشوف مع بعض الحباية اللي احنا ان شاء الله هنحطها للطيور بتاعتنا. حاجة بسيطة جدا وسعرها رخيص مش مكلفة ولا حاجة وفي نفس الوقت كويسة اوي. ممكن ان احنا نعملها برضو على شاي ممكن ان احنا نعملها لو فيه السلاة ولا حاجة. ممكن ان احنا نعملها برضو على شاي ولمون ده هتبقى كويسة جدا يا جماعة. القرس بتاعنا النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا الريفو. الريفو ده اقوى مفعول يعني اقوى قرس ان انت ممكن تعمله للبرد. اه لو انت عندك البط الجيتوتو سخنة عنده طشمة عنده كساح كل الحاجات دي يا جماعة. وبزادة البط اللي هو بصت لايه ما شوته تقيلة دي. ده ببقى كويس جدا للمشاكل ديت. ده يعني ايه بتبقى لها سحر رهيب جدا القرس الريفو دي يا جماعة بيبقى له ما شاء الله مفعول اكيد جدا. دايما على طول حتى لو البط مش عندك مش تعبان دايما حطهوله. قوقاء كده. واخدوا بالكو كمان. ده بيزود الحاجب او بيزود الوزن بتاع التر عندك. طبعا في كلاتنا هنستغرب ازاي طب ازاي مش هماء هيزود الوزن. انا عارف يا جماعة زي ما بيقول لكم كده كويس جدا. بيزود الحجم وبيعالج كمان. ده كده هناخد حوالي خمس تقراس. زي ما انت شايفين كده. على الثقاية اللي انا حطتها ديت. وهندقهم زي البودرة خالص لان طبعا انا مش ممكن لو اي ثقاية تانية كنت سبتهم يبوش. بس على عشان انا هحطهم في قلب الثقاية الوسعة ديت. والبط هيشرب منه على طول. حاولي انت تدقهم كده وتحطهم لهم زي البودرة. ده كده ده انهم اهورت. وهنبدأ دلوقتي نحطولهم على الماء الشرب بتاعتهم. شايفين بقى عامل ازاي? بقى بالشكل ده كده. اهو. لو في بقى لو قدر نلاقي السلاة او في اي حاجة انا هقول لكم برضو على حاجة كويسة جدا ان شاء الله هبقى عملالكم برضو في الفيديو الجاي. آآ حاولة جماعة الزعتر دوة دايما حطيه للبط دايما اغلي منه للبط عندك. الزعتر اقوى حاجة يعني يعتبر هو مطهر معه واقوى حاجة للإسالات. حاول ان انت مسلا لو انت تغلي معلقة كده ولا حاجة وتغطى عليه حاول ان انت تغليها وتحطها للبط عندك ده خلال يومين بسي هتبص تلاقي الإسال اتمنع من عند البط تماما. ده كده البط بدأ ان هو يشرب منه هو زي ما انت شايفين ده احسن حاجة يا جماعة ممكن ان انت تعملها للبط. وحاجة رخصة جدا مش مكلفة ولا حاجة ده يعتبر يعني اشترت منه يا طارق يعني يعتبر الحباية وقفة بربع جنيه. ده كويس جدا هتيع عندك فين مننا كتير يقوله مش همعني مش بلاقيه في السيدالية. هو ببقى موجود يا جماعة ومتوفق كمان في جماعة السيداليات. لان دوة بيبقى ضروري جدا آآ ده بيعالج. طبعا يعني يخدوا بالكم احنا داخلنا على الشيطة وكل حاجة فده دايما لازم يكون متوفرة عندنا. تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايكوات كتير للفيديو واستنونا بالفيديو كي بازن الله.